لكن الأهم هو منتخبنا الوطني اللي هيكون متواجد في مباراة بعد غد يوم الثلاثة إن شاء الله أمام المنتخب الجزائري طبعا على صدارة هذه المجموعة المجموعة الرابعة اللي بتضم المنتخب السوداني والمنتخب اللبناني والمنتخب الجزائري لكن هي دي مباراة هي مباراة المجموعة أو مباراة يعتبر نهائي مبكر لهذه البطولة زي ما أنتوا شايفين واللي تابع بطول الكأس العرب بطولة مختلفة جوائزها مختلفة بنا كان في خمسة مليون دولار منتخبنا بعد تأكد وصوله له للدور القادم أخذ النهاردة اتحاد المصري بيحصل على 16 مليون جنيه ده مكافئة الوصول للدور القادم وبالتالي جوائز كبيرة جدا للمنتخبات المشاركة واللي بتصع الدور ثم الدور آخر اللي هيكسب هذه البطولة خمسة مليون دولار وبالتالي مبلغ كبير هيبقى موجود للاتحاد المصري في حالة الفوز هي الفكرة تمشي الفوز بس بفلوس لكن الوضع دايماً للمنتخب المصري ولمصر بالذات وضع مختلف ما بين طبعاً المنافسة العربية اللي تبقى متأكد آه منافسة قوية انت بتشوف منتخبات قوية زي المنتخب التونسي المنتخب المغربي المنتخب الجزائري المنتخب القطري المنتخب البحريني المنتخب الاماراتي الأمور فيها قوة ومنافسة شريفة داخل الأرض وبالتالي كمنتخب مصر ومنتخب موجود ضمن المنتخبات المصنفة عالمياً وأفريقياً انت عندك تموح هو الاستعداد القوي ولكن تموح الفوز بهذا الكأس يعني أنا بشوف ان ميستر كروش ساعات ممكن يقول تصريحات خاصة بان أنا بستعد فقط لكن جوه وجوه نفسيته هو بيتكلم فوز يعني راجل مدرب عايز يفوز ففي كل مباراة انت عايز فوز هو الفوز بالكأس ده اللي احنا نتمنى لان في القوة في الآخر زي ما انتوا شايفين الجالة المصرية وجمهية المصرية هنا حتى في مصر تبقى سعيدة قدية بالفوز احنا يعني بنتكلم احنا فوزنا على السودان خمسة صفر كل احترام لها المنتخب السوداني لكن كنت عايز اكتر كنت عايز تجيب هدف اكتر عشان تطلع اول مجموعة مستريح هنا دي طموح شعب طموح جمهير موجودة وبالتالي الفترة اللي جاية او المباراة القادمة هو المكسب برضو اللي يهمك الوصول للمرحلة القادمة وانت اول مجموعة عشان تبتعد عن المنتخب المغربي مثلا ده برضو حاجة تخليك تبقى تسهلك الطريق للوصول للمبرانة هي والامور تبقى بالنسبة لك اسهل في الفوز بالبطول لك فيش حاجة سهلة اه فيش حاجة سهلة لكن انت بتحاول يعني تخلي الامور بالنسبة لك اسهل من خلال مواجهات معينة امام منتخبات تقدر الامور تبقى اسهل قدامها لكن في الوقت في الاخر المجهود والتركيز والتخطيط المزبوط يوصلك للبطولة دائما لان ما فيش منتخب ممكن ياخد بطولة الا من خلال المجهود القوي والتركيز والاهداف اللي محطوطة عشان تقدر توصل لها